اننا نرتب لحرق كل اخشاب المدينة يا كنعان تحرقون كل اخشاب المدينة يا ناكر؟ وما الداعي لهذا كله؟ حتى لا يجد ابوك نوح اخشابا يصنع منها هذه السفينة لا ادري متى ساستيقظ من هذا الكابوس لا ادري لابد ان نتحرك كلنا لنؤلب الناس على نوح يا كنعان كل ما استطيع فعله ان اعصي ابي ولا اطيعه هذا لا يكفي يا كنعان هذا لا يكفي وماذا افعل اكثر من هذا؟ لقد ابتعدت عن اخوتي سام وحام ويافث السبب الوحيد في هذا هو دعوة ابيك نوح لترك عبادة الاصنام آلهتنا لن اترك عبادة ودا ولا سواعا ابدا ابدا مازال نوح يطيع امر ربه ويصنع السفينة حتى يخرج بها مع المؤمنين الى خارج هذه البلدة الظالم اهلها متحملا ابتلاءات قومه وإيذاءهم من اجل توصيل هذه الرسالة الربانية المباركة لو كان الامر بيدي لصارعت مع اخوتي بالهروب مع ابي من هذه القرية الظالمة ولكن نوحا لن يقبل هذا يا حام لقد بدأ فعلا في بناء السفينة يا واغلة بدأ بالفعل تحدث مع امك كي تكف عن هذه الحرب على زوجها ماذا تقصدين؟ انها تتعاون مع الجميع وما هم كنعان اخوك للقضاء على نوح ماذا تقولين؟ ومن الذي اخبرك بهذا؟ المدينة كلها تستعد لحربها على نوح امي تجهز لحرب ضد ابي مع هؤلاء العصاة؟ امك تقول في كل مكان ان نوحا مجنون هذا ما يؤلمني ولكن ماذا افعل؟ علينا ان ندعو الله ان يجعل كيدهم في نحرهم وان يدافع عنا وعن نوح لابد ان اجتمع مع اخوتي لبحث هذا الموقف نعم علينا ان نتحد حتى ينتصر الحق على الباطل ما الذي اتجرى لك يا ولدي مهدي؟ كيف اقتنعت بما يفعله نوح وما يدعو اليه من ترك عبادة الاصنام؟ كيف حدث هذا؟ وقطار زوجي كيف وافق على ان يترك ولده عبادة الالهة ليعبد اله واحدا ويؤمن بما يقوله نوح كيف؟ 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 قويشة اي الى اين انت ذاهبة؟ ولماذا لا تأتين لتنظيف قصري؟ لقد جئت اليك بما هو اهم من ذلك يا اميرنا السامق وما هو هذا الاهم؟ نوح ان ولدي مهدي قد دخل في زمرة التابعين لنوح وما الذي جعله يفعل ذلك؟ لا ادري لا ادري يا اميرنا ولكنه حدث لقد قررنا ان نتخلص من هذا الرجل والى الابد وانا ساتعاون معكم في هذا سيكون دورك هو ان يقاطع الناس نوحا في كل مكان في السوق في المخبز في الطرقات سافعل كل ما بيدي حتى يرجع لي ولدي مهدي عابدا للاصنام الهتنا اما نحن الامراء فلنا كلام اخر لنا كلام اخر معك يا نوحا من اين اتى لنا هذا الرجل الغريب؟ من اين اتيت يا نوح؟ يا اخي لقد زاد الامر صعوبة اتدري ما خطط له القوم؟ لا ادري ماذا جرى؟ لقد اتفقوا مع السراجي والسامق على حرط كل اخشاب المدينة ولماذا يفعلون ذلك؟ حتى لا يجد ابي اخشابا يصنع منها السفينة لن يستطيع اقاف دعوة ابي مهما فعله علينا ان ندافع عن ابينا مهما جرى افتديه بنفسي وولدي ومالي اللهم اغثنا يا رب العالمين اللهم انصر الحق يا ارحم الراحمين اللهم انصر الحق يا ارحم الراحمين اوه يا ود ويا سواع اغثوني خلصوني من هذه المحنة اريد ان اعود ويعود بيتنا كما كان قبل هذه الكارثة التي يمر بها ابي نوح يا الهي يعوق يا الهي نصر يا الهتي اغثوني اغثوني يا الهتي يا الهتي العظيمة اريد ان يعود ولدي مهدي الى ما كان عليه ان يعود لعبادتكم والتودد اليكم لا 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 ليس لي آلهة غيركم يا الهتي ليس لي غيركم اعيدوا الى ابي رشده وعقله حتى زوجي قطار قد ذهب بعيدا عني يا الهي نوح قد صحره ايضا وادخله في دينه الجديد لا ادري من اين جاءنا هذا البلاء يا الهتي يا الهتي اعيدوا الى ابي رشده اعيدوا الى ابي عقله اعيدك يا الهتي بان اعطيك واهدي اليك كل ما املك ولا اعيدوا الى ابي رشده